دلوقتي جمعتكم معه لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي بي نجوم أفقام مفقام على كيفك السلام عليكم أهلا بكم في حلقة جديدة لدي أقوال أخرى أقوالنا الأخرى النهاردة عن أضية أديمة للأسف يا أخي تبدو كأنها جديدة جدا أو تبدو كأننا نعيش طول الوقت بنسخ مختلفة ولكنها قصة غاية في الأهمية أبعاد كتير فيها فيها تعرف إصارة رعب مرح فكهة وفيها دين وسياسة وفيها تاريخ وجغرافيا فيها تفاصيل كتير جدا خصوصا أنه عنوانها كلها مرتبطة بمشاهير مصر في هذا الوقت وحتى الآن هما مشاهير في تاريخنا بشكل قوي جدا علي وصفية مين علي ومين صفية وليه علي لما يجوز صفية تقوم الدنيا ما تعودش هي قامت فعلا أنا ما عادتش الحكاية دي قصة دي بكل يعني تفاصيلها صدر أخيرا حديثا منذ أيام كتاب رائع ليه كاتب رائع والأستاذ محمد توفيق ضفنا النهاردة كتاب علي وصفية قصة حب وحرب حرب اجتماعية حرب إنسانية حرب عائلية إنما هي فعلا قصة حب وحرب الخاء في الموضوع قوية وحاضرة جدا حب وحرب وحاضرة حق ثالثة عايز أرحب بضيفي وكاتبنا المبدع لسيد محمد توفيق وقبل كده أنا استضافت سيد محمد توفيق في أكثر من كتاب عن السيرة سيرة تاريخية نحن في مصر ما عندناش كتاب كتير مهتمين بكتابة سيرة تاريخية سير شخصيات ومشاهير وشخصيات سياسية وفنية وثقافية لعبة دور كبير في حياتنا ما فيش كتاب كتير بالعكس عدد قليل يعني كمان العدد الماهر البارع نادر ومنهم هذا القلم النادر في هذا المجال سيد محمد توفيق علي وصفية مين علي ومين صفية لأنهم يبدوا أنهم الاثنين أكتر ناس في مصر ممكن ينطبق عليهم تعبير أنت ابني مين في مصر لأنه هو ده اللي عمل المشكلة كلها خلينا الأول نعرف أول سطور هذه القصة مين علي؟ علي هو الشيخ علي يوسف علي يوسف ده كان أكبر صحفي في مصر في الوقت ده سنة 1904 الحقيقة يعني علي يوسف عشان سهل للناس هو هيكل بتاع الخديوي عباس زي أستاذ هيكل مع عبد الناصر الكاتب وصحفي الأول المقرب لحكم مصر وقتها كان الخديوي عباس صحيح فهو بالمثابة دي وجورنان هو الأكثر انتشارا وأكثر فوزا والحقيقة هو هو المؤيد هو المؤيد واللي هو أول جورنان بالمعنى الحقيقي اللي احنا نعرفه بعد كده يعني فكرة جورنان يعني حتى يعني أنا طبعا عشان رجعت الأعداد بتاعة المؤيد توضيب الجورنان شكل الجورنان إخراج جورنان متقدم عن حتى الجرائد اللي موجودة معاه في نفس الوقت وبالتالي فهو كان جورنان كمان مختلف الجورنان الأكثر انتشارا لوقت كبير الجورنان اللي بيكرهوه راح يشتروه الجورنان يعني تقريبا خصوم علي يوسف كان أكثر من الناس اللي بتشتري الجورنان انتهي لتعبير هنا جميل نقلا عن أحد شخصياته عصره بيقول إنه ما لقيتش شخصية مهمة عند كده أنصرها أكثر من قصومها أقل الناس أنصارا فهي دي الفكرة يعني علي يوسف كان قوي جدا فيما يخص الصحافة قوي جدا في علاقته بالخديوي قوي جدا في علاقته بالسلطان العثماني قوي جدا في علاقته باللورد كرومر يعني فكرة منذوب البريطاني في مصر يعني مسلس القوة كله في مصر كان في قلبه علي يوسف صحيح لسه الخديوي أو المعتمد البريطاني أو السلطان العثماني وكمان هو عمل حزب جران دا عمل حزب الإصلاح المبادئ الإصلادي ومن هي صفية؟ صفية هي بنت الشيخ السادات والحقيقة الشيخ السادات دي أولا عائلة كبيرة جدا في تاريخ مصر وكانت موجودة أيامنا بليون في مصر وعائلة دي لدرجة أننا حتى كلمة السادات نفسها من كتر ما بحثت تقريبا تقريبا دي صفة مش اسم يعني من كتر اللي هو المه السادة لأنه هو اسمه أحمد عبدالخال السادات والد صفية جبرتي له وجهة نظر ثانية تقيلها في الكتاب صحيح وفي عبدالخالق السادات اللي هو بيكلم عنه الجبرتي هو الجد الأكبر الجد الأكبر اللي هو طول الوقت العائلة دي قوية جدا بيتخذ رأيهم في السلطة في مصر بشكل رئيسي بينقصين كده ممكن يسلفوا حاكم مصر فلوس لازم يكونوا هم المسيطرين على سواء نقابة الأشراف أو على الجزء اللي لقوا بالطرق الصوفية أو ما لذلك تلوقتي ليهم أصحاب السجادة أصحاب السجادة أه الوفائية في نفس الوقت هو عنده نفوذ كبير الشيخ السادات بما يخص جماهرية كبيرة جدا يعني يعني عالم الدين أول في عصره بما يخص فكرة الشعبية مش بفكرة العلم الحقيقي يعني يعني ما كانش من شوخ الأزهر لا لا ما كانش شوخ الأزهر كان من شوخ اللي هو الأشراف شوخ طريقة وشيخ طريقة والسجادة دي لها الطريقة الصوفية يعني فضلا على الأشراف اللي هم نسبهم يعود إلى العائلة النبوية أو الأسرة النبوية وطبعا هيكلمنا كتير أستاذ محمد توفيق عن مصدقية هذا الكلام ودقته لأن الحرب كلها حقيقي حكاية دي منافسة ما بين إحنا مين فينا من قال البيت لكن الموضوع أعمق وأبعد ومليان تفاصيل كتيرة إحنا عرفنا دلوقتي مين علي ومين صفية صفية دي مين تشخي السادات إلا أنهلنا الأستاذ اللي عليها الأستاذ نحمد توفيق نروح بقى ونشوف هو إيه اللي حصل بين علي وبين صفية خصوصا لما هيقول لنا الأستاذ محمد توفيق أن علي ده عمر 41 سنة وصفية عمرها 18 إذن عدنا لدي أقوال أخرى لدينا مع علي وصفية حرب حب علي وصفية قصة زواج علي يوسف الشيخ علي يوسف زي ما شرح لنا مؤلفنا الرائع الأستاذ محمد توفيق في كتابه علي وصفية قصة حب وحرب علي يوسف هو رئيس تحرير أهم جرنان في مصر عام 1904 وما بعدها طبعا وصفية هي بنت الشيخ السادات شيخ الطريقة الوفائية ووحيد من الأشراف في مصر ووحيد برضه من أغنياء القوم وكبراء البلد من حيث بقى يعني اللي بتاع لهم الأعيان يعني الأراضي وياخد حصيلة يومية شهرية وسنوية من بيوت كتيرة قوي ما تفهمش وإيه بالضبط الحكاية دي لكن كلها غنى في غنى يعني علي يوسف واحد وربعين سنة صفية 18 سنة لكن خلينا نتكلم عن 1904 الأول مصر كان شكله إيه 1904 إحنا الحقيقة عندنا نظام حكم مصر كانت تعرفاه في الوقت ده متكون من أكتر من ركن جزء الأولاني فيه السلطان العثماني اللي هو بيحكم ولا يملك بشكل كبير يعني أو يملك ولا يحكم موجود السلطة فعلية تنفيذية على الأرض لكن هو موجود بشكله وباخر في الصورة وليه رأي وليه فلوس وليه رجالة على الأرض ده الجزء الأولاني الثاني اللي هو الخديوي عباس هو الحاكم ممثل الحكم الفعلي ممثل الحكم الفعلي في مصر لكن مش هو الحاكم الوحيد معه اللورد كرومر اللي هو المعتمد البريطاني في مصر اللي هو ما يقدرش أي حد يعمل أي حاجة غير بأنه موافقة الاحتلال بما فيها الجرائد تتصادر بناء على طلب الاحتلال الحكومة بتتشكل بناء على نحن بعد ثلاثة عشر سنة من الاحتلال بريطانيا المصري يا جماعة صحيح وفي نفس الوقت ده في زعيم مصطفى كامل وعنده جرنان مؤثر جدا اللي هو جرنان اللي هو كان طلع ابقال 4 سنين كان بيكتب مع علي يسف ثم ويكتب معه محمد فريد اللي هم اللي يحزب وطني اللي هو طلع من جرنان اللي هو لأنه كانت الجرنان اللي بيطلع الأحزاب صحيح زي المغايد ما طلع الاصلاح على المواد الدستورية برضو حزب اللواء هو حزب الوطني مران اللواء اللي طلع جرار الوطني حزب الوطني والجرائد دي بالمناسبة لما بتيجي تشوف تأثيرها وارقامها بتلاقي رقام كبيرة جدا وفق اولا وفق عدد السكان اللو كان تقريبا منتكلم في خمسة مليون تقريبا في بداية القرن تقريبا تقريبا توزيع الجرائد قريب من خمسين ميل الف نسخة يومية الرقم ده كمان وده طبع رقم مهول بالنسبة لعدد السكان وبالنسبة لعدد المتعلمين بقى الظبط انا انا عايز اقول للمتعلمين في مصر كانوا ما يزدلش عن خمسة الف من الخمسة مليون دول وبالتالي فده معناها انه تقريبا كل بيتس في مصر ينفي حد بيقرأ بس لانه كان جرندا وقتها سنة تقاري 940 جرائد يعني كانت هي الازاعة لانه ما فيش ازاعة وهي التلفزيون وهي الواتس اب لانه ما فيش واتس اب وهي حتى التلفونات لانه فيش تلفونات كتير كان عدد محدود جدا يعني في العاصرة ما كانش فيه عربيات اصلا يعني فانحنا بنتكلم على او كان فيها عربيات محدودة يعني لكن فعلشان كده كان الجرنان تأثيره مش بس نسخة بتطلع لا لما السيد محمد طوفيق يرى النسخة معناها ان عشرين واحد حوالي متأثرة لا ومعناها ان احيانا كتير وده كان بيحصل في مصر طول وقت في الفترة دي لحد ثورة 19 على القلب انه الجرنان بيقراء قهوة فده برضو نمط كان شائع في مصر فيش ازاع في الرجل بتاع السيرة الشعبية بتاع الربابة ودأي بالليل بالضبط الصبح انا انا الجرايد صحيح لا ويقراها للقهوة كلها فكل قهوة في مصر فيها جرنان بيتقري تعرف المشهد اللي ده بيطلع في الافلام ده اللي هو بيقولي الجرنان يا عالي صحيح 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 لا وتلاقي كمان انه في كل مستمع بيسمع الحكاية بطريقته وده برضو كان حاضر جدا في قصة علي وصفية بالنسبة انه علي وصفية كانوا الناس من كتر المشهولين نسبة توزيع جراد عالية جدا لدرجة الناس كانت خايفة تسيب القضية طبعا حاليك استاذنا فسأي عارف انه يعني ايه قضية تيجي تزوي توزيع جرنان فنفعش تتساب طبعا ففضله الشهور بتاعت ما سيتا ورحت بينا للقضية قبل ما انتروح بينا للقصة الحب الاوجيح تتخلينا في الحب لان القضية جاية جاية احنا شوفنا مشهد ألسان واربعة دلوقتي فوق السلطة وفوق وتحت في الواقع منهم بقى علي وصفية علي رئيس تحرير متزوج عنده ابن عمر كان توفد بنته الكبرى متزوج من ام الاولاد يعني ست طيبة واضح انت في كتابك وتقول لنا انها ست لطيفة ومحترمة يعني وطيبة ولكنها بدأت تشكو انه نجم علي يوسف جزة بيصعد من يوم قضية التلغرافات صحيح بينما وبقى بيتعامل معها بشكل مختلف لما ربنا فتح علي بالشهرة ايه حكاية قضية التلغرافات دي؟ التلغرافات دي يعني تقريبا هي نظر ان هي اشهر قضية في القرن 19 لانه القضية دي هي اول مرة في تاريخ مصر ان المحكمة بتتراحها بتذكر ايه حضور المحكمة بمدفوعة صحيح ايه حضور المحكمة بمدفوعة صحيح الحاجة التانية انه مصر كلها بلا مبالغة بقى مصر كلها بتابع قضية التلغرافات بتنتصر لعلي يوسف جدا والقضية دي كانت عبارة عن انه في تلغرافات علي يوسف كشف فكرة ان التلغرافات اتبعت يعني فكرة انه فيها اسرار عسكرية بالنسبة للانجليز لضعف الموقف الانجليزي وانه في عسكر تموت وحاجة بالشكل ده فبناء على الفكرة دي زاد توزيع اللي هو جدا مصطفى كامل طبعا كان موجود في قلب القضية هو محمد فريد محمد عبدو كان موجود يعني كل الناس كانت ساعتها وقسم امين كل الناس كانت معه علي يوسف في المحكمة في الوقت ده وقفين في ظاهره في المسألة دي وكان بكتوبه معه في الجرنان وفي نفس الوقت الحقيقة برضو ما كانش فيه جرنان تاني ما بعد ثورة العربية موجود ليه تأثير يعني كانت كل جريت تقريبا ماتت يعني كان ده الجرنان الوحيد مع ضيطة الغرافات اللي رجع تاني فكرة الصحافة انا ضهشت جدا وانت في الكتاب هنا بتقول انه في الوقت ده كان فيه مئة جرنان في مصر اه وعلى فكرة دي حاجة يعني بس هي كمان كانت مخصصة في ايه يعني فيه جرائج كتير ما كانت متخصصة في الاسعار اه متخصصة في البورصة متخصصة في الزراعة صحيح انت بتقول لنا في الكتاب حاجات لطيفة قوي انه صاحب الجرنان يقول زواج ابن صاحب الجرنان وانت شت يعني اه صحيح هو مش عارف سبوع لكن في المحصلة يعني عدد لافت للنظر لا ده على فكرة انا كمان في الجزء الثالث من مالك والكتاب اللي بشتغ عليه اه هجيب لحدك قسميهم وتفاصيلهم وبيعملوا ايه يعني برضو ده عن كتاب موسوعي للأساس محمد التوفيق اسمه مالك وكتابة عن تاريخ الصحافة المصدرية في مين سنة اه احنا هنا وقفنا عند التلغرافات اه اقول لنا انها سبب شهرة عليسف صحيح عليسف وجرنانو ليه بقى انه عليسف تمسك بانهم قولش مصدره وبدأ وكأنه بيخترق السلطة هو مصدره اتكشف في الاخر يعني هو مصدره تعرف وتحاكم بس بس هي الفكرة نفسها كان مين مصدره انا مش فاكل لوقتين ما اظهر بالسؤال المصدر بتاعه والشخص ده اه اتعرف بس مش من خلال عليسف عليسف ما اعترفش على المصدر هم اكشفوا المصدر لوحدهم واتحاكم هو وكل الناس اللي ساعدت عليسف في القضية دي لكن عليسف الحقيقة طلع من القضية دي بشوية حاجات اولا طلع بانه الجرنان بتاعه بقى المقرب من الخديوي قبلها ما كانش مقرب يعني قبلها كانت الخديوي موجود في خلفية المشهد لانه الخديوي كان لسه في مرحلة تناقض مع الانجليز وقتها وكان فيه عداء بينهم بيحاول يستغل الخديوي هذا الكاتب بتلك الصحيفة في مواجهة الانجليز صحيح وفي نفس الوقت وهو بيعمل الفكرة دي الخديوي كان بيحاول يسيطر على الجرنان بشكل او باخر رغم انه وجوه الجرنان كان مصطفى كامل كان قريب من الخديوي في الوقت ده جدا فالمسألة ما كانش فيها مشكلة في قضية التليغرافات كل الناس دي اتجمعت لصالح علي يوسف فعلي يوسف في الفترة دي ابتدى صعود نجمه يعني مش بس صعود نجمه بقى بمثالة صحفي الاوحد في مصر وبقى فيه بشارة وسلم تقلن ناحية تانا في الاهرام في غيرة واضحة جدا وهدبان في قضية علي وصفية كل الجرائب بقت عينها على علي يوسف شايفة انه هو قريب كده ليه وقوي كده ليه وابتدت تبقى في غيرة ما بعد التليغرافات اعتمنى غالي جدا مهيس اعتمنى في علي يوسف ايه لكن هو عموما انه كنت بقول القضية دي علشان زوجته في حوارها معاه كما ذكر لنا الاستاذ محمد توفيه في كتابه كانت يعني تعاتبه على فكرة انه من لحظة النجومية ده بيتغير تجاهها ولم يعد كما كان لكن كمان انت اقلين ان في كذا نقطة جات في حياة علي يوسف خليته اعلى واغنى واشهر لكن جم فصل عنه مصطفى كامل وعمل جرنان اللوى وبقى منافس الشركاء هو الحقيقة مش شركاء هو كان تلميزه او كان تلميز يعني انه كان بيكتب هو طالب لسه في المدرسة عند علي يوسف فاحنا قصد مشهد في معرفة شديدة من وجمية ما نتحدث عنه علي يوسف طيب صفية بقى في بيت الشيخ السادات ايه البيت ده وصفية متربية ازاي وايه اللي جاب بقى الشامي على المغربي هتكتشف انه لا ولا ده شامي ولا ده مغربي الاثنين من نجد هنشوف حالم مع السؤس محمد توفيق مين هي صفية وازاي نشبت قصة الحب اللي هي الحقيقة انا رأيي انها اشد من ريوم جوليت لو كان شيكسبير اهتم بعلي صفية كانت فايت معهم جدا كانت بععده كتير بسانه برضو ننهش ازاي احنا مع النماشق ده بقى اهتم طبعا انت حضرينك بتذكر مراجع هنا استاذ حلم النمنا مكتب عنه استاذ رشاد كامل وانما كدراما يعني اعمل اتمنى امانة بين ايديك يعني بعض الفاصل هنكمل مع الاستاذ محمد توفيق كاتبنا المبدع انتوا معا لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم افقام ونجوم افقام تي في اذا عدنا لدي اقوال اخرى لذلنا مع كاتبنا المتميز الاستاذ محمد توفيق في كتابه الجميل علي وصفية قصة حب وحرب وبالمناسبة وطبعا معرض الكتاب وهو يعني يقبل علينا هو يعني ساعاته وايامه بالتأكيد الحفاوة بالكتب حاجة مهمة ولما كتاب كمان عن اهم رئيس تحليل صح في مصر سنة 1904 وما تلا ذلك يعني لاني اعتبر لغاية دلوقتي انه مصطفى كامل لما يكن صحفيا يعني بقدر ما كان كاتبا وعالي فهم هو لشأن الموضوع كله ومحمد فريد واحمد حلمي واحمد حلمي قبلهم هما الاثنين يعني فاحمد حلمي اللي هو الموقف متسمى باسمه وموقف احمد حلمي صحفي عظيم وجد صلاح جهين الشعر الاعظم وفي نفس الوقت هو اول صحفي مصري ياخد حكم سجني لها في حكم سجني كده للعيف في ذات الخدوية فيعني تاريخ عظيم جدا يعني هما دول الحقيقة حملت لواء جرنان لللواء ولما احمد حلمي انشق وعمل جرنان افشلهوله طبعا كان عادة لكن نرجع لقصتنا وهي علي وصفية وعرفنا مين هو علي اشهر رئيس تحرير وقتها والاكثر نفوزا رئيس حزب وصفية بقى هي في بيت الشيخ السادت الحقيقة صفية في بيت الشيخ السادت اولا انا كان شغلني جدا حاجة غريبة انا كان نفس اتفرج على الشيخ السادت وانبسطت جدا لما وصلت لما يتفرج عليه ممكن ترفض عليه يعني مجرد بتشوف الرجل ده وهو متشيك انا بتكلم هنا اناقة سنة اربعة حاجة مذهلة الرجل شكله فعلا ابن ناس اوي يعني فكرة انه ضخامة ومهابة وشياكة ضخامة ومهابة ولبس وفي نفس الوقت توصف في كل المحكمة برضو حاجة يعني زي بالكامل يبدو ان الصحافة كانت معجبة ايه برضو بقى نقته زي كده بصراحة برضو هو ما يتسبش بصراحة يعني لما تفرجت عليه واتصال الشارب بالحاجة يعني انت بصر عليه في الحالتين سمت عصر طبعا بالضبط هي ده برضو كان شغلني في وصف الناس لان انا كان يهمني جدا الناس تشوف الناس على الورق مش مجرد انه تبقى مجرد ان انا بحكي قصة كتحي صحف انا كنت حابل ان احتام الملحق مصور في الكتام فيه النمازج من صفحات جريت المؤيد والت عندك كل دو صور الشخصيات يعني انما حتى بما فيها زكي عكاشة هيعرف الناس دلوقتي بعد شوية مين زكي عكاشة لكن يعني اصد كان هيبقى اغنى يعني يليت في الطبعات التانية انت ودكتور عاطف تهتموا بالحاجات دي الناشر الجميل يعني طيب نرجع تاني لصفحية وانت بتقول ان الشيخ سادات حكى ما هيبقى قوي والحقيقة لانه كمان عليه صفح قصير وانت كمان متدق منه الحقيقة بصراحة شكلك كده مش معجب بصحفي زميل انا كنت منحز لعليوس في حد ما شفت شخص سادات الحاجة التانية صفحية على عكس الشكل التقليدي هي كانت متعلمة تعرف تكتب عربي وفرنساوي بس بتعلم في المنزل اه بتعلم في المنزل الاب يعني من حبه لها جاب لها مدرس فرنساوي ومدرس عربي وبيقول لنا لست محمد توفيف كتابه كمان وكانت اقرب الناس الى قلبه لغاية ما احبه جارية طبعا تعرف بقى طالما شك السادات والكلام ده ساعة واربعة كده عنده جواري يعني وحب الجارية تاني ربما بعد حب الجارية دي حصل بين الاب وبنته حالة يعني جفوة او غيرة او محاولة يعني يعقابه بانها حب تحدي تاني وعلى فكرة على الهمش المسألة دي مسألة الجواري وقصة دي كان قيل انه بيصحب يعني شخصيات او جده طول وقت خمستاشر شخص بس عشان يناوله حاجة وهو ماشي بس يعني مش حرص لا يعني اللي هو مجرد عايز اشرب قهوة فلازم اللي بيعمل القهوة ماشي معاه عايز يعمل حاجة فلازم يعني اي شخص ممكن يعمل حاجة يكتب لقب مكتب الجردان بما فيه عند علي يوسف كان الحسيب النسيب صاحب الحسم والنسب الشيخ السادات وعلى فكرة الالقاب دي كان علي يوسف مجبر لا مجبر انه كتبها في جردان بتاعه يعني هتلاقي في المؤيد مثلا انا طبعا قريت الاعداد يوم بيوم طول القضية فهتلاقي انه طول الوقت بيتكلم عن الشيخ السادات بدقة شديدة لا فيه رغم رغم انه خلاص وصلت مفترض طرق لا مفيش اي لفظ متعلق بيه ولا اساءة من قريب او من بعيد ولا فيه اي حاجة متعلقة بالتحقير والحقيقة التناول الصحفي لجرونان المؤيد لقضية صاحب المؤيد وهو رئيس تحريره علي يوسف مع بنت شيخ السادات يتدرس فيه المهنية بصراحة اوه لانه نشر بامانة شديدة وما استخدمش الجران كمنبر له رغم انه مصطفى كامل بعد شوية في اللواء كمنبر غير شريف لا ومش بس كده اولا احدا كان حاجة الوحيد لم يكن ينزل الخبر في الصفحة الاولى ده علي يوسف يعني اصلا انا في النهاية اعز اقراها عند علي يوسف يعني انا في النهاية بنزلها في اربعة في خمسة عمود يمين طبعا فكرة انه تقليل من الخبر بالنسبة له فازاي انا في النهاية عايز اعرف القضية من عند علي يوسف فهو حتى ما دفعش عن نفسه في الصفحة الاولى يعني كان بسهولة جدا ولا اهان خصمه ولا اهان خصمه طيب لسا احنا برا لبقنا على القضية بادري صفية متعلمة فرنسوي وعربي وعادة في بيت السادات الاب وايه بقى؟ وصفية بدينة شوية البدانة اللي هي كانت من وصفات الجمال في العصر ده جدا كل لوحات الوقت ده كان البدانة هي الجمال صحي الحاجة التانية هي مومتها الشركسية فنقدر نتخيل شكلها ببساطة البياض الجمال الشركسي يعني يخلي علي يوسف يسلم من اول لحظة يعني فكرة انه هي متعلمة عارفة اسم امين بيقول ايه في تحرير مرأة والدها بيعتبرها الولد اللي خلفه هو ما خلفش اولاد لما خلف ولد توفع يعني هو صغير وبالتالي فهو بيعتبر صفية دي ابنه مش بنته فحاول يعلمها كل الحاجات اللي كان عايز يعلمها الولد سواء انه يعلمها لغات او يعلمها فكرة نية تبقى عندها علم حقيقي وضراية اللي بيحصل تم يرى الجرنال بصوت عاي ومرتفع معاها علشان يقولها الاحداث ايوي نايشة في الجرنال كان اي ضيوف من الكبار اللي هما الاسادزة اللي بيزوروه من مشايق ومن علماء هي بتحضر وبرضا حاجة غريبة قوي انو حضر بنته لا ومش بس بتحضر ده هو لو فيه حاجة برا البيت كان بياخدها معاه اه يعني هي مسلا احد المرات خدها معاه ليه مقر جرنال مؤيد لانه كان فيه ما يشبه بلوجيتنا الوقت نادوة اه فالفكرة دي مش مش تقدمية على سنة اربعة مش تقدمية على بعدها وبالسبعين سنة والتياتر والقبرة بالضبط وانو بتروح كل الاماكن اللي رجالة كتير مراحوهاش في الوقت ده مش مش بنات الحاجة التانية انو كان بيحكي لها كل التفاصيل يعني كانت عرفة علي يوسف كويس وهي برضو من الحاجات اللي بعد كده هنتكلم عليها في قسم امين عرفة قسم امين كويس عرفة محمد عبدو كويس المحمد عبدو شير محمد الامام محمد عبدو العظيم عرفة كل الاشخاص عرفة مصطفى كامل وعرفة جرنال اللي هو عرفة جرنال مؤيد يعني الفكرة دي كانت ممكن بمنطقة البساطة انو اغلب الستات في العصر ده ما يعرفوش الناس او يعرفوهم اسماء وخلاص لكن القضايا الرئيسية ما كانش يعرفوها لكن هي مش بس كابت تعرف كابت تعرف وتقراها يعني محمد عزيزولان كانها ناشطة يعني هي مثقفة وناشطة وتدرك المجال العام بقوة يعني ما كانش ربط بيت قاعدة بعيدة عما يحدث في عالمها وده متقدم جدا على ما قبل سور 19 والله متقدم جدا على دلوقتي يعني لا يعني دي كمان فكرة ان هي لا لا يوجد قاب تلاقيه بالغرام انو يعلم بنته وسقف بنته البنت تبقى داخل المجال العام بتتناقش لها رأي لها موقف بيحترم رأيهم ويناقشها يعني يعتبر لقيمة ما تقول يشاركها جلسات مع الاصدقاء المشترك يعني وربما بقى من هنا جه حتة القلم النفس اللي حصل من علي يوسف علي يوسف قابلها بقى عنده علي يوسف اول يعني اتكلم عنه اللقاء الاول وهو كان عبر التليفون ليلة العيد ليلة رمضان والكلام ده كان سنة 1900 قبل اربع سنين من حدوس الازمة دي اللي انا ببدأ بيها الكتاب ان انا بحكي الاول زورة الاحداث اللي هي سنة اربعة مكاة بعمل فلاش باك صحيح اللقاء الاول ده كان على التليفون كان بيكلم يعني صفية بتتصل بيه ضر المؤيد بتكلم بتطلب شيخ علي يوسف عشان تعرف منه هو هلال رمضان زهر ولا لأ وطبعا ده يورينا وسيلة الاعلام اللي في الوقت ده لان بعد شوية المدفع هيضرب بسيح عايزين يعرفوا بدري كده يعني برضو عشان نعرف زي ما يقوله سيد محمد اللي اعلامه انتها كان عامل ازاي لا اعزاعة ولا تليفزيون ولا غيره فالطبيعي انه ده يبقى مهم قوي صحفين يعرفوا في الاول وده يقول لنا برضو انه فيه تليفونين تليفون في البيت ده وتليفون في ضر المؤيد يعني ممكن علي يوسف في بيته لم يذكر لنا انه كان عامل تليفون في بيته فهتلاقي انه طول وقت التليفون مرتبط بضر المؤيد اللي هو المكان اللي فيه علي يوسف الجورنان وبيت الشخصة ده فهنشوف يعني وعلى التليفونات في مصر نادر جدا فده ولينا مكانة الناس بالضبط يا جماعة التليفون كان علامة النفوذ بدليل انه العمدة الجديد بياخدوا التليفون من دور العمدة من دور العمدة القديم ياخدوا التليفون في زفة ويشيلوا التليفون كده زي ما يكونوا بيشايلين يعني عروسة وتنضي القرية كلها في زفة ورا التليفون عشان يتحط عند البيت العمدة الجديد فده التليفون رمز النفوذ والقوة يعني وعلى فكرة فيه معلومة في الوقت ده برضو كانت مذكورة الحياة يعني يعني خضيتني انه كانت لما عملوا المكالمة في الاول كانت بخمس قرش فده رقم خرافي صحيح سنة 1900 الجران كان بتعريفة اصلا بنصف القرش يعني الفكرة عشاني بخمس قرش ده رقم كبير جدا يعني زي ما تقول دلوقت هتعمل المكالمة بخمسمائة جنيه يعني هذا رقم كبير جدا وده يقول برضو انه ما يفعش تواجد في اي مكان صحيح الغنى لازم قريبا وما يفعش اي حد يعمل تليفون يعني حتى لو فيه تليفون وبالمناسبة التليفون حتى ما كشموه ده عند البقالين في الوقت ده الكلام ده بعد 60 سنة من الوقت ده يعني الكلام ده محتاج 40-50 سنة قدام عشان نلاقي تليفون عند البقال لكن هي كان موجود فيه عند الخديوي عند علي يوسف باعتباره اكبر صحفة في مصر عند الشيخ السادات باعتباره من اكبر الاعيان في مصر في الوقت ده فصفية متربية جوه الجو ده متربية فيما يشبه القصر متربية فيما يخص فكرة التعليم ان هو الفتاة من حقها تتعلم و حقها تثقف في نفس الوقت هي عارفة كل اللي بيحصل حواليها مش مغيبة عنه اخواتها البنات كمان بيتجوزين من شخصيات مهمة في المقتل عن مصر صحيح عندنا حفيظة متجوزة من توفيه البكري وتوفيه البكري بالمناسبة للعيلة المنافسة ابن الشيخ البكري وديه العيلة المنافسة طول الوقت نقيب الاشراف نقيب الاشراف نقابة الاشراف خناقة بين السادات والبكري من ايام نابليون فطول الوقت اللي اتنين دول كانوا فرصير هون في المسألة بعد الفصل احكيت لعنسي محمد التوفيق مين زينب مقصفة الرقبة لانها ذات صلة ما بقى ضيطنا وفي ضباب كده حوالي الموضوع مين فين ازاي لكن علي يوسف وصفية السادات حبوا بعض اول من اول مكلمة مش من اول نظرة وهي بتسأله عن هو رمضان بكرة ولا لا فرمضان طلع بكرة لكن هو عكسها ولا العيد باله عايزة العيد كمان هنعرف المكلمة وغيرها من تفاصيل حب ادى الى اندلاع حرب اجتماعية في مصر بعد الفصل لدي اقوال اخرى لدينا في حوارنا مع كاتبنا المتميز الاستاذ محمد توفيق وكتابه علي وصفية قصة حب وحرب حب ماشي علي يوسف الصحف الكبير سنة 1904 مع حبه صفية السادات صحيح احنا بنتكلم على علي يوسف راجل متزوج وعنده طفلة بنتكلم عن عنده طفل عمر نتكلم على عمره 41 سنة نتكلم على النصفية عمرها 18 سنة وده شيء برضو يستغرب برضو قصة حب ما الذي يجعلها حرب ما الذي يجعلها حرب ما الذي يجعلها حرب يجعلنا نبدأ من لحظة الوهجة الاولى كيف علي يوسف تحرك قلبه وخفق قلبه نبدا بمكالمة من صفية هو الحقيقة علي يوسف اول مرة يعرف صفية كانت في التليفون فلما سمع صوتها انا رأيي دي كانت اللحظة الشرارة الاولى لفكرة كل اللي حصل بعد كده لانه برضو المكالمة دي معدتش مع الاتنين وبعدها بتلاقي الاحداث وده كان شغلني جدا في قراءة ما بين السطور في المثالة يعني طول الوقت سواء الخطابات اللي شرعه ان انا قرأ بين السطور كانوا بيتقابلوا فين فطول الوقت كنت شغل نفسي بفكرة الاطار لكل التفاصيل اللي بتاعتك جوابات غريبة البعض جدا عزيز الاعز يعني كلام غزل اه صحيح لقلر مصحح بيقولي هو واحد راك مش واخد بالك ان كل حاجات كتبها غلط اه وقلت له لأ هو كان بيخطبها بالشكل مذكر عشان لو الخطابات وقعد تفيد والدها يقول ان الموضوع مالوش ده عبيه كان اتهم علي اسف بحاجات وحشة اه طبعا اه المكالمة الاولى هي اللي عملت الشرع صحيح هي المكالمة الاولى بتاعت رمضان امتى فقالها انت تحبي رمضان امتى فقالت له هو يعني بكرة لا لو تحبي بكرة خليه لك بكرة فالفكرة بتاعت علي يوسف وطبعا علي يوسف مسألت الالفاظه دبان جدا في الخطابات وطول الوقت اي حاجة من وحي الخطابات فيما يخص الجزئية دي ليه علاقة بانه اللغة اللي كان بيستخدمها معها كانت تدوب اي حد وطبعا الحياة من الخشونة والصراعات السياسية والكتبات والاتهامات من قبل حتى زملاء وشركاء كفاح ونضال الصحفي والسياسي انه هو متقلب ما بين تأييد ما بين الرفض والاحتلال الى مهادنة مع الاحتلال ما بين انه مع الخديوي اصلا مش عارفين ضد السلطنة العثمانية وبعدين مع السلطنة العثمانية فهما كانوا بيعتبروا لدي تقلبات فطول الوقت فيه هجوم عليه فطبعا اكيد حالة كده يعني من الدعا والرقة في وسط مجتمع خشن اكيد تهزوا مع انها متعلمة فاخد بالحقيق برضو النقلة تتقبل البلاغ اه بالضبط وتكتب كمان بتكتب حاجات قوية وبتكتب برضو بشكل قوي هي دي المشكلة دي نموذج احنا بنروح له بعد شوية وقت كتير عشان نشوه بعد صورة 19 يعني انت اسمحان بتقول لنا انه جزء من محبة علي يوسف لها انها مسقفة عندما يتحدث معها بلغة وبعشق يجد صدق لما تعبر عن مشاعرها يعني تؤثر فيه بلغة وببلاغة صحيح وده الحقيقة في منطقة الصعوبة ان عشان تلاقي في المجتمع في مصر سنة اربعة او سنة الف سرعمية بقى في التوقيت ده واحدة بنت متعلمة بالمناسبة في الوقت كان عندها 14 سنة مش 18 سنة يعني يعني هو عشان يلاقي بنت بتقراله انا رأي دي مؤجزة لوحدها يعني انك لو عايز تقرأ من الخديوي بس ما بنش بعد كده في الصراع اه لا انا بتكلم في المرحلة الاولى اللي كان فيها في صداقة بينهم لانه كان صداقتك لعلي يوسف بتعمل شوية حاجات لطيفة جدا اولها بتخليك نقبل اشراف ثانيا بتخليك شيخ مشايخ الطرق كان ده فلوس على فكرة الحاجة التانية عايز تاخد البهوية البشوية لانه علي يوسف اصلا كان متهم انه اللي بيجيب للناس البهوية البشوية هو كان بتقال ده علي وعلى احمد شوية اه امير الشعراء وانك تدوله فلوس فيخلي الخديوي يعني ما عليك بالبكوية او البشوية فعشان يعمل لك حاجات دي ببلاش دي خدمة كبيرة جدا وعمل بعد كده للبكري برده اه طبعا وانت مقولتش للناس مين زينا مقصوف ترقبها لكن هتقول لنا بعض الفاصل عنها وعن صفية وعن بقى لما تحولت المشاعر دي من مكلمة لخطابات متبادلة للقاءات مختلسة الى قصة زواج مثيرة للجدل بعض الفاصل انت معا لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجومف ام ونجومف ام تي في موسيقى عدنا لدي اقوال اخرى وبدأت الحرب مع بداية الحب حب وحرب يا قصة علي وصفية لكاتبنا المتميز الاستاذ محمد توفيق وهي قصة كل وقايعها حقيقية بنسبة الف في المية لها مستنداتها ووثائقها في تفاصيل كثيرة بعرضها كاتبنا الاستاذ محمد توفيق في كتابه اللي اعتقد انه واحد من الكتب الممتعة جدا لمعرفة مصر في وقت من الاوقات وكمان خريطة حياتنا وتاريخ مشاعرنا الانسانية وطبقاتنا الاجتماعية وطريقة تفكيرنا كلها ازاي لها علاقة مع علي وصفية محمد هو علي وصفية هنبتديها اطراف القضية دي دلوقتي احنا عندنا القضية تلت جباهات القضية دي اولا احنا سنة 1900 هنروح بعد كده هيخطوبه بعض هيحاول علي يخطب صفية عشان هبتدي بعد كده الجباهات لما علي بيروح يخطب صفية بتبتدي اول مشكلة بينه من الشيخ السادات ان الشيخ الساد بتدي ماطل هفكر عناية هسأل صفية هسأل امها هسأل اخوتها هسأل المجتمع والناس فكرة انه كل مرة بحجة مختلفة الشيخ السادات بيقوله انه بيفكر بينما هم كانوا صحاب جدا وبيقربوا من الخديوية قاعد يماطل كتير الشيخ السادات يماطل السنين يعني المسأل مماطلة ما كانتش مجرد انه بيماطل شهور قاعد يماطل فترة طويلة جدا السيدين ده علي وصفية بعملوا ايه؟ علي وصفية بتبادلوا جوابات غرامية بينهم الحب بيتملك من الاتنين فيما يخص انه ما ينفعش علي وصفية سيوا بعض والدتها بتكون مباركة الجوازة وده بيسهل مهمة بين خاصة تهريب الجوابات لانه الجوابات هو بمنطقة البساطة علي جند واحد اسمه مرسي خادم عنده عشان يروح يدي الجوابات لصفية وصفية جندت اتنين من صحابها الانجليز صديقاتها عشان يودوا الجوابات لعالي ومعرفش اروحها كانت جزء من المسألة فيها حيطة والخادم مقدارش يفشي السر وقال لي رئيبتها تقطع فكان في الوقت ده الجوابات رايحة جاية بمباركة والدة صفية بمعرفة اخوتها بمعرفة عدد من المقربين من الاتنين لانه تقدم بشكل رسمي ليس بشكل اي مشكلة بالضبط لحد ما فضل يسوف لحد ما عالي زهق وابتدى عايز كلام خاطئ فابتدى بين قصين يستخدم نفوزه اللي هو المتمثل فيه انه مكلمة من الاصر من عند خريوي فتحصل المكلمة ده فيبتدي الشيخ السادات ما يقدرش يقوم اكتر من كده فيوافق بعد اكتر من سنة ونص من المماطلة وقعد المماطلة ده سوف يسافروا مع بعض هو وافق وخد شبكة ومه نشان خد الشبكة ومه وسافروا مع بعض اسطنبول وقضوا الرحلة مع بعض حتى علي يوسف يذكر الواقعة يذكر الواقعة انه كان رغم انه كان عنده ارتباطات مع الخديوي الا انه كان بيعامله معاملة الابن الاب وانه ساب الخديوي وركز مع الشيخ السادات عشان يرضى عنه وده بيذكروا فيه في المسلسلة المقالات اللي كتبها في المؤيد حوالين الواقعة فبيقول علي يوسف في الوقت انه نستنفس كل الحيال معاه جرب معاه كل حاجة المحيلة والمسايسة والخناء والضغط عن طريق السلطة الحاكمة في الوقت ده لكن الشيخ السادات رضغ في الخطوبة بنسبة وقبل النشان يعني على مضض ثم راحوا الريحلة دي تخيل علي يوسف انه اسبوعين وهيتجوز فيه التسويف خد سنة كمان فضل الشيخ الساداتي ماطل نتجوز امتى الاسبوع الجاي الشهر الجاي شوية المسألة برضو خدت تسويف طويل ابتدى علي يوسف يفكر يحط خطة اسمها خطة الجواز خطة الجواز دي عشان يحطها كان بصراحة خطة معلمين كبار يعني برضو عشان يعني يرسم الخطة بس برعاية كسرين برعاية كسرين جدا لا انا رأي الشخصي ان ابوه لازم يكون كان عارف يعني برضو وده انا طول الوقت بحب الناس تقرأ اللي بين السطور بس هو يعني كل دول عارفوا مع ابوه يعني ده كلام حتى مش منطقي الام والاختين وازواج الاختين ومش بس كده لا والمشايخ اللي جوم حضره والصحفين اللي جوم حضره والذي عمل العقد وانه كان فيه وكيل للعروسة الواشخ حسان الساقة استخدان انه ارى تاني يوم الصبح خبر الجواز في الجران زي احد فهي الفكرة انه كان عارف طبعا وامراته حضرة وبنايته حضرين فده كلام مش منطقي اني منكنش عارف لكن هو وده برضو هيبلن بعد شوية وقت انا رأي انه مامي كان عارف فحط خطة الجواز واتفق مع توفيق البكري اللي هو جوز يعني اختصفية انه الفرح يقفته عشان يبقى الجواز الشرعي تماما ومبقىش فيه اي مشكلة وانه الشيخ حسن الساقة هيبقى هو وكيل العروس وانه هبقى فيه المأزوم وهيبقى فيه معزيم عادي جدا تقريبا وفق يعني كل الحاجات تريخيات كامعة مسألة دي انه تقريبا كل الناس كانت حضرة معادي الشيخ السادات امتلأ بيت توفيق البكري بكل الناس من كل اطياف صحفيين حضرين لهم وسائل اعلام موجودة بتغطي الخبر موجودة مشايخ اظهر كتير حضرين موجودة شخصيات سياسية يعني كل الاطراف انا معجم بعينت البكري ازاي عدت فضيحة زينب يعني زينب البكري هي الابنة ابنة شيخ البكري اللي ارتبطت عاطفيا بنابليون بونابرت وكان بيزورها في الجيت وكان بيتعالي الفرنساوي وكان بينهم ما يشبه علاقة الحب يعني وبعدين لما خرجت الحبنة فرنسية من مصر الشعب المصري ممثلا في نخبته يعني في القاهرة ادان بشدة زينب وواجه ابوها يعني تخلى عنها تماما وتبرق منها فخدوها وقصفوا رقبتها ومن يوميها زينب مقصوفة الرقبة ومن يوميها اصبحت شتيمة وموحة مقصوفة الرقبة والله لا اصف رقبتك لكنها قصف رقبتها بشكل حقيقي يعني دي الشخصية اللي في التاريخ اللي قصفت رقبتها وصرت مثلا فده بيت البكري اللي شاف الفرح ما بين علي وصفية وخدوا بعضهم وروحوا على بيت علي بعدها اللي كان التاته تحت رعاية الام الحمى والزوجة نفسها اللي هي صفية وفي نفس الوقت كان علي يوسف مأسس البيت بتاعه اللي المفروض هتيجي في صفية والدتها راح تشافت البيت ده وطلب التغيرات والأساس كله تعمل بناء على طلبات الحمى يعني الفكرة كلها ماشية بطريقة طبعية ثم التوفيل بكري هو قاعد طبعا علي يوسف استخدم حية له عشان يقنعه انه ايه الطلبات بتاعتك اللي من الخديوي عشان وعملها كلها فراحوا يعملوا خطة الجواد اتنفزت اتعمل فرح اتزفوا البعض خلاص وقصوا حي نزل جرنال مؤطم بالخبر قامت الدنيا من عند الشيخ سادت انا رأيي انه هو هنا اللي حصل في الكواليس انه في ناس اتقوموا الدنيا لشيخ سادت ما قامتش الواحدة لانه هو شيخ سادت 100% كان عارف كل الكواليس دي قامت الدنيا بشكل انه شيخ سادت محرج ان انت تقول مصطفى كامل هو اللي عمل اه طبعا محمد فريد كمان بالاضافة العدد من المشايخ وممكن هقول تنويه عنهم في الوقت اللي جاد فجزء من المسألة دي انه خلاص هيروحوا يعني راح قدم بلاغ في النياب انه بنته دي اتجوزت بغير رضا وانه ده جواز غير شرعي فاتحولت قضية المحكمة لا احنا الاول النيابة رفضت فهو راح لقضاء الشرعي زمان المحكمة الشرعية اللي هي احوال الشخصية دلوقتي دي زمان كان اسمها قضاء الشرعي وكان ما قد فيها شيخ ازهاري هو اللي بيحكم قضاء الشرعي اللي انهاء عبد الناصر بعد 52 فكان ده القضاء الشرعي اللي هو المعني بنظر في القضايا اللي لها علاقة بالاحوال الشخصية هو لما راح لنيابة العمومية العادية يعني لم تلورقت له بيست بنت سن الرجد وهي مسؤولة وتجوز نفسها مع السلامة شيخ السادات فارح بقى للقضاء الشرعي فانفجرة القضايا صحيح لما راح للقضاء الشرعي اتقسمت مصر ثلاثة احزاب جبارة بصراحة الحزب الاول اللي هو مؤيد لعلي يوسف اللي هو فيه السلطان العثماني الخديوي عباس اللورد كرمر ومعاهم بوتروس غالي اللي هو وزير او نظر الحقانية ونظر الخارجية في الوقت ده هو نظر الخارجية بشكل اساسي ومشرف على نظرة الحقانية الوقت طويل حالية لها العدلة وفي نفس الوقت معاهم الشيخ رشيد رضا اللي الوحيد اللي بيقول جواز علي بنصفية صحيح شيخ رشيد رضا صاحب المنار وتلميذ جرنان المنار وتلميذ الامام محمد عبد صحيح بعد كده عندنا الشيخ السادات معا الزعيم مصطفى الكامل والزعيم محمد فريد ودول اكتر اتنين كانوا بين قصين كانوا يستخنوا في القضية وجرنان اللي هو اللي كان متبني القضية تماما ضد علي يوسف بكل اولا هو لانه كان فيه خلافات شخصية بين علي يوسف ومصطفى كامل وخلافات سياسية الحقيقة انعكس في القضية بشكل بين قصين مضحك انه اتنين عايزين يجوزوا بعض ايه علاقة مصطفى كامل ايه علاقة محمد فريد تدخل في حاشخ ساكن رهيم لما انت بنقرأ اللي انت كذبه في الكتاب وكتابات الكتابة مصطفى كامل يعني شيء لأ والعنوان كان من فضيحة الى فضيحة يعني ده عنوان مصطفى كامل كذب يعني وجه اخر لمصطفى كامل شديد السوق وبالمناسبة لما حدك ترجع عليه الجورنان ساعتها تلاقي انه جورنان المؤيد من نزل الاخبار في صفحة 4 و 5 بينما جورنان اللواء الصفحة الاولى كلها عن علي يوسف يعني الفكرة كانت معلين على السوق يعني هو كان بيقيد فكرة انه لا يصح للصحفي ان يتزوج من بنت الاشراب وانه مهنة الصحفة طبعا في حكم المحكمة لكن قالوا ان انت يا علي يوسف الصحف الوعي انت اخس الحرف انما صحفة كويسة انما انت خسيس واستخدم خلافه السياسي في حرب شخصية ودخل في اعراض بشكل ثم دافع عن افكار اشد ما تكون تقليدية وتزمت وتخلف فمصطفى كامل ومحمد فريد غربة جدا في الموضوع وعلى فكرة وهو جزء من الجزء اللي كان شغلني جدا في الكتابة انه انا في نهاية انا مليش دعب هما مع مين وضب مين انا ليه دعب هما من قدمين فمتعامل معاهم ده اسمه مصطفى كامل وده اسم محمد فريد بغض نظر بقى عن الجزء التاريخي اللي احنا نعرفه وحبنا ليهم او تقدرنا ليهم او محمد فريد لما مات علي يوسف بعد كده كتب انهد ركن الزيف والبتاق انهد ركن النفاق والزبزبة يعني ما عملش حرمة للموت خلينو واصل مع السيد محمد توفيق بعد الفاصل القضية دي بقى حصل فيها انها قضية خدت وقت وانتهت الى ايه وبعد القضية كمان فيه قصة اشد تشويقا الى الفاصل انتوا معا لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم افقام ونجوم افقام تي في اذا وصلنا الى محطتنا الاخيرة في حلقة هذا اليوم لدي اقوال اخرى نكلم فيها عن قصة حب وحرب علي وصفية الشيخ علي يوسف رئيس تحرير جديد المؤيد ورئيس حزب الصلاح على المبادئ الدستورية عام الفتسومية واربعة صفية السادات بنت الشيخ السادات وقد تزوجها الاثنين فعلا واذا بالاب الشيخ السادات يرفع دعوة قضائية امام المحكمة الشرعية بيقول فيها انه ده جواز غير قف يعني لابد من فصل الزوجين فورا وعدم شرعية هذه الزيجة ماذا جرى يا سيد محمد التوفية كاتبنا المتميز الجميل ما بعد انفتاح النار على علي وصفية الحقيقة فيه جبهة ثالثة عندنا المؤيدين لعلي يوسف وعندنا المؤيدين لشيخ السادات وعندنا المحايدين انا رأي ان يعني الموقف اللي توقيت غريب هم موقف المحايدين لانه انت موقفهم الحقيقية ممكن تعرفها من سياق الحدوتة انه عندنا المحايدين دول هم اسم امين اللي هو كتاب تحيير المرأة وانتصر للمرأة وحقها في تزويج نفسها بصوصة انها بلغ سن الرجد بس هو عنده مشكلة مع علي يوسف نتيجة انه علي يوسف ما سندوش في الكتاب تحيير المرأة بعد ما نشر حلقات منه بعد كده ساب الناس تهجمه على نفس صفحة القضاء هو الحقيقة علي يوسف نشر اللي مع اسم واللي ضده يعني برضو اسم امين يعني كان مفرط في الحساسية انا صحفي برضو ادي وجهة نظر اللي معاك واللي ضدك لا هو تعلم عنه انه كده بقى ضدي ده اسم امين عندنا الامام محمد عبدو اللي كان المفتي بالمناسبة انا طول وقت رأي ان الشيخ محمد عبدو لو قرر يحسم القضية دي من غير ابو خطوة خالص اللي هو القاضي في المحكمة الشرعية كان حسامها لانه هو المفتي فهو لو قفته انه جواز علي وصفية صحيح ما حسنا تتكلم لكن هو اللي مرضاش يتدخل في المسألة نتيجة برضو انه كان عنده خلافات مع الخليب عباس وكان عنده خلافات مع علي يوسف يعني كان عنده خلافات مع الاتنين اللي مناصرين للقضية دي الشخص التالت سعد زغلول وسعد زغلول كان مع علي يوسف بس ما قدرش يعلن ده وانه يخسر شعبات الناس يعني ليه بقى الناس وده الشئ اللي أنا عندهشني جدا خالص يا سيد محمد فيه كتابك وفي القضية عموما يعني طبقا روايتك لها بتفاصيل مستمدة من وساق ومستمدات مرحلتها يعني ليه المجتمع كله كان ضد علي يوسف والمجتمع كله بما فيه صغار الناس وبما فيه يعني الفقراء الناس مع الشيخ السادات انه حاجة عظيمة وبتاعه ما يصحش الرجل اللي اسمه علي يوسف ده يجاوز بنت الحسب والنسب ليه الناس هل ده حسد هل ده غيرة هل ده احساس عند المجتمع المصري وقتها بالطبقية مفرط هل ده فيه من روح من روح التمييز يعني شيء مبغد جدا ان الناس كلها تبقى ضد رجل لمجرد انه تزوج من بنت شيخ السادات وهو مجرد صعب التميين انتراك صحيح انا رأي انه شقين شق نفهمه من الشهود في المحكمة اللي هم في تقدير الشخصي ان كلهم شهود زور لانه ببساطة هم كلهم راحوا تبرعوا بانه هم بيشهدوا في القضية وانه كلهم حافظين نسب الشيخ السادات او حافظين نسب الشيخ علي يوسف والحقيقة ده مش منطقة خالص يا العضية راحت للشيخ اسمحوا ما ده مخطوة اللي هو القاضي والقاضي برضو كان عنده دواخل جريبة جدا فقعد يمد لانه برضو هو شايف نفسه انه صاحب نسب وشرف يمتدر سيدنا علي بس هو عمل اول اجراء عمله انه استجاب لي فصل الزجين عن بعض لحين النظر في القضية وده كان موقف خلى صفية تروح تقعد في بيت احد القضاء اه اللي هو الشيخ الرفعي بالمناسبة الشيخ الرفعي ليه تفصيلة برضو اولا الرجل ده كان اكثر المحايدين ايجابية انه اولا قبل يستقبلها في بيته الحاجة التانية كلها اجمعت انه تروح بيته وكله وافق يعني صفية وافقت رغم انها ترفض تماما انها تروح بيت غير بيت علي وانها ترفض بيت ابوها لا ورفضت تروح بيت شيخ يعني اي شيخ محايد لانه على فكرة اتعرض انها تروح بيتها بخطوة نفس القاضي واترفض ثم اتعرض عليها اكتر من بيت البيت الوحيد اللي وافقته بيت الرفعي علي يوسف وافق على بيت الرفعي بالعكس علي يوسف اخنع صفية ببيت الرفعي الناس كلها كانت مجمعة على الرجل ده بشكل استثنائي الحقيقة الرجل ده من الحاجات الطريفة لا مش طريفة هي بقسة جدا وغريبة اه هتقول هلنا الرجل ده بقى مفتي لمدة 3 ايام وهو رايح يستلم الافتماد فالحقيقة منصب مفتي الدارة المصرية بعد وافات الشيط نحمد عبدال وده الحقيقة برضو من الحاجات اللي تلاقي القصة الدراما منها فيها يعني انت بش محتاج تصطنع الدراما هتقول لنا بصائر ابطالك بعد من انه اطراف القضية القضية فضلت في المحاكم والقاضي قرر انه استدقى شهود عشان يعرف نسب ده ونسب ده شيء جريب قوي كل واحد من الشهود تبرع بانه حافظ حدراك دلوقتي انت بيقول لك شجرة عيلة فلين 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 حدراك هتقول اسم واحد مش اسمك يعني ازاي اقول لي شجرة عيلتي فتقول لنا حافظه لحد سيدة محمد يعني ده كلام اصلا مش منطقي فالفكرة ان الشهود كلهم سمعوا النسب في المحكمة او بمعنى دقة ادعو ان هم يعرفوا النسب للا واللي مع الشيخ السادات قالوا ان احنا عارفين نسب الشيخ السادات واصل لكذا وكذا وكذا وحافظينه كاملا وبنردده كلهم في بيوتنا يعني في مباغة الحقيقة مفرطة في المحكمة دي الناحية التانية اللي معالي يوسف قالوا لا هو واخد وثيقة رسمية بانه عضو الاشراف من ايام ما كان في سهاج وانه واسرته خدت الشرف ده والنسب ده وهي تنتمي للرسوع السلام يعني قصد انه اللي اتنين الشهود ده المحامي بتاع الشيخ السادات طلع قالك دي قريشية والقريشية لا تتزوج الا قريشية حاجة يعني وناس تسقف وتهتف برا صحيح حاجات غريبة جدا برضو لا وش بس كده هو ده تم يعني الفكرة بتاع جواز عالو صفية باطل اللي استوح منها شئ من الخوف يعني جواز عطريس من فوق ده باطل ابس كتت مرغمة في عطريس لا 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 انا قصدي انه الفكرة نفسها المجتمع اللي كان بيرددها القضية كمان في الوقت ده كان ناس كلها اولا عشان تحضر كنت محتاج تحجز من بدر جدا كنت محتاج تبقى موجود قدام اللي مكانش بقدر يدخل القاعة بصاد المحكمة عشان ينقلوا الخبار واولا باول الحاجة التانية انه هتلاقي حضرك انه القاضي ابو خطوة مجرد ما بي ابتدي الجلسة بعد ما بدأت بديئة حكم بالتفريق بين الاتنين بسم الله رحمن الرحيم الاتنين يتفرق بينهم وبعد كده هنروح للحكم اللي بعده ده الكلام ده في يوليو السنة اربعة هيروح بعد كده انه يبتدي يسمع للشهود بعد ما فرق بينهم يعني هو حكم بالتفريق حكم بالتفريق على سبيل لاحتراز والاحتياط زي ما بيحبس حد لغاية ما يشوف الأضياء هتنتهي لبريق ولا منتهم صحيح فهو عمل التفريق المؤقت وبدأ يسمع الجلسات ذاكرها لالي استاذ محمد جاهب النصوص هي تستحق القرية بمعان يعني لانه مأساوية جدا في الطبقية والتدين المغلوط والمخشوش والمصادرة على حق الناس الشخصي والتعالي على إرادة المرأة ورغبة المرأة وبتقول لنا أن صفية من جرئتها وقويتها وشجاعتها كانت بتروح الجلسات متخفية لكي تحضر البحث الصفية دي تتدرس على فكرة طبعا لا 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 هي طبعا طبعا عصرها على الآل بتلاتين وعشرين سنة يعني حتى نمازج اللي بعد كي بنشوفهم بعد صورة ستاعتاش وشعروا يبقى صفية قبلهم بعشرين تلاتين سنة يعني موضوع متجاوز جدا السنين يعني الحاجة التانية أن هي لما بيروحوا لمحكمة تبتدي بقى الأطراف تبتدي جبروت الخلاف اللي هو مصطفى كامل الجورنان اللي هو بيهاجم كل يوم علي يوسف بالمناسبة الأهرام كان بيهاجم كل يوم علي يوسف بس بطريقة أسكى شوية عادت الأهرام طول وقت في المسألة يعني وأنه كانت الخصومة مطحة على فكرة بينه من الأهرام وكانوا بنشروا بريد القراء بتاع الأهرام بنشروا الأراء اللي ضد علي يوسف لدرجة أنه لما بنمشي في القضية شوية بنلاقي الأهرام بتستعجي الحكم وبتدي تجيب الكواليس أنه خلاص هيتحكم بأنه هيتفرق بين علي يوسف فبنروح ليه أغسطس يبتدي الجلسات توصل لزروتها وبيطلع أبو خطوة بيحكم به التفريق الجلس باطل بيحصل إيه بقى بيطلع بخطوة من المحكمة والحياة ده مشهد بالنسبة لي درامي رهيب جدا محمولا على الأعناق لحد بيته يعني يعني الناس لدرجة فيه روايتين في المسألة رواية أنه فضلوا شاريون حد البيت ورواية أنه فضلوا مصاحبين الحنطور بتاعه حد البيت ودخلوا البيت محمولا على الأعناق وهتفوا نصرة الإسلام وعاش الإسلام عاش الإسلام نصر والله الإسلام تخيل والله أكبر ده أجيب مجتمعاتنا عشان تعرف سورة 19 اللي لمجات نظفة المخخص زي على فكرة طبعا يعني المخخص كده صحيح والشيخة بخطوة بقى أهم شخصية في نصر انتقل الحكم علي تاني يوم بصراحة وكانت برضو جرأ منه أنه أعلم في المؤيد أنه هيستأنف ونشر الحكم على فكرة ونشر الحكم بكل بزاءات اللي موجودة في الحيثيات ضده صحيح بما فيها وصفه بأخص الحراف والوصف ده يمكن حتى يعني بس سواء السؤال منين جاء استقلال القضاء قوي كده الخديوي واللورد الكرومر والسلطاني الأصماني ومع ذلك ينتصر المجتمع بكل تحفظه وتشدده وتزموته وتخلفه ويقف الشيخ السادات اللي هو يتمنى من رضى الخديوي يرضى ويقف القضاء الشرعي ويقف الصحفيين في مواجهة الإرادة الخديوية والسلطانية والكرومرومية البريطانية منين؟ ايه تفسيرك لده؟ بسحك هل ده كان إمعان فيه معاندة السلطة؟ وعلي يوسف خد على دماغه نتيجة ده أكتر؟ أنا رأي عندي عندي تفسير غريب جداً أنا رأي أن جزء كبير جداً من اللي حصل ده سببه أن الناس خايفة أن يحصل مع بناتها اللي حصل مع صفية ده السبب الرئيسي أن البنت تتجرى وتتزاوز دون رغم الأهلة أنا رأيي هو هذا السبب أن الشعب المصري ترضاه أنت حج أنت ترضاه البنتك أنا رأي أن ترضاه البنتك هي المحرك الرئيسي لكل أحداث دي الزكورية كل الأحداث دي حركها بالمناسبة أنا رأي بها الإمام محمد عبدو لأن الإمام محمد عبدو بعد ما حكم ابو خطوة بالحكم ده وده على فكرة موجودة في الأهرام خبر يعني بلغة بقى بلغة صحابة خمسة سنتي ببنتتس عبيض حجز غراجة يعني حجز غراجة يعني الحقيقة يعني كنت ترجد عشان عارف أقراها فاكتشفت أن الإمام محمد عبدو استقبل الشيخ ابو خطوة وهناع الحكم في رأس البر وده يورينا الشيخ محمد عبدو كان مجوه واحدين هو عارف أن جواز صحيح بدليل أن تلميزه الشيخ رشيد رضا شاف أن جواز صحيح والناحية الثانية هو في السر بأيضة بخطوة عشان البنات ما يعملوش زي اللي عملته صفية أو الجران استخدم اللقاء في المصيف عادي يعني أهلان هيا شيخ مولان تضضل وحوله لكذا طيب الاستئناف عملي الاستئناف حكم بتأييد الحكم وبإنه خضاء كلهم هيعتذر القضاء لو علي مجوز صفية ما سابش صفية وإنه لو علي اكتبع مصفية ده معناه أن كل أضاف مصر مستقلين ودي خضاء الشرعيين خضاء الشرعيين وإنه ده كده ضد الدين الجواز ضد الدين وإنه فيه بقى جزء كده في النص إنه بطرس غالي اللي بيقود المسألة دي نصراني وبالتالي فهو بيحرد على جواز بين علي وصفية وده ضد وموش دعمه خالص وإنه ده ضد بس كله من أجواء الاحتقال اللي عملته القضية وأظهرت لأي حد فيه درجة من درجات التشدد والغلوب والتحافظ والتكلف صحيح أكتوبر اتحكم الحكم واضطرت صفية أن يتسيب عليه كان المفروض دي أول نهاية للقصة عشان سريع نوناهتين إنه دي نهاية الأولى النهاية الثانية بعدها بسنة خبر في جورنان اللواء سنة يعني الشيخ السادات بينفي سنة 1905 نوفمبر 1905 الشيخ الساد بينفي إنه علي الجاوة الصفية بإعراضته بموافقته بموافقته الغريبة إنه التعليق بتاع الجورنان يعني الجورنان اللواء إنه الناس كلها عارفة انه علي جوز صفية وان الشيخ السادات عارف وانه الوكيل اللي حضر حضر بوكالة من الشيخ السادات وانه يبقى العقد مزور تم الزواج مرة اخرى سنة تاتة سنة وخمسة باسرار من الصفية ومحاولة تعالي لتطيب وترطيب العلاقة مع الشيخ السادات ووافق في الاخر مش فاهم العناد ده ايه وطلعوا عين البلك كلها وفي الاخر اتجوزوا لكن عاشوا عيشة لطيفة جميلة فيها الحب والولعة ده الجوابات بتقول اه بس بعد شوية الدنيا بتتغير اه طبعا الجواز في مصر بقى يعني الحب غير الجواز هم قعد اربع سنين بيحبوا بعض حب اسطوري خمس سنين كمان اللي لسنة الخمسة اللي ما بعد التفريق يعني والجوابات كانت رايحة جاءة بشكل مرعب لكن ما بعد الجواز ابتدى اولا مات ابن علي يوسف وده اسطر عمر وماتت مرات علي يوسف الاولى وده اسطر برضو ومات مصطفى كامل ومات محمد عبد خد بالحلالك الاطراف القضية ومات الشيخ الرافعي وكل الناس دي ومات الشيخ السادات نفسه وكل واحد بيموت في دول كان بياخد جزء من العلاقة لحد ما مات علي يوسف نفسه سنة تلاتاشر وبتدت صفية لحد صورة ساعتاشر انا رأيي صورة ساعتاشر حولت اتجاه المصرين تماما خلت عندهم اكثر انفتاح لفكرة تتجوز ما تتجوزشي عشان كده صفية ما بعد صورة ساعتاشر اتجوزت واحد تاني غير فرق الزكع وكاشر المصرحي شهير جدا وقتا الحديث يطول معاك والقصة شيقة وجميلة وكاشفة جدا ومليانة دراما ومسلسل رمضاني عظيم لو انتبهوا يعني ان شاء فاشكرك جدا سنة حمد توفيق على كتابك المدهش علي وصفية اشكركم والتقي بكم الاسبوع القادم باذن الله لدي اقوال اخرى اشتركوا في القناة